غنى ومدائع شركية ليلة حتى تقى البلد دي حتى الناس ما دايرين الكرام الله سبحانه وتعالى الناس ما دايرين كلام الحق لكن دايرين كلام الباطل أكثر النفوس داير الباطل والباطل دا بوتك يهنم لأنه حتى الغنى دا لأنه واحد يقول لك كلام قنده كل واحد طيب حتى الفنانين دا مما قمنا والدلمين دا مما قمنا بغني عشرة سنين نغيره ما طوال بتقوله القديمة ما بغنيها طوالي عشرة سنين ودايره قول بحبك بعد عشرة سنة قول بحبك بتعشينه غيره ما غيره وغيره من الفنانات والفنانين والمداحين والمداحات داير كلهم ما غيروا كلامهم وكلام واحد فوق شرك يبشر دي ميتين من دمان حبوباتنا يبشره دا ليلة عشرة المرة وما عارف شو من زمان كل كلام بدي عقلة هذب كلام بدي عقلة هذب حتى جايبين يعني جايبين لغامة عبع في الجريدة ما بعض الشباب والشابات في الجامعات قالولهم يعني وحدين قالوا الغنى الزمان دا الغنى الحسد دا ما تمام يعني وحدين عاملين فيها جوية أحسن قالوا الغنى الحسد دا بتاع ما عارف شنوه طلحت الكبري مشيت بحري ومشيت شمبات قالوا دا ما تمام وحدين قالوا لأ الغنى الزمان جابوا برضو عم كبير ما سر قدور دا واحد też قال للغنى الزمان بتاع الناس ما عارف بتاع منو الفنان البدري داق ناس الميكاش وما عارف وناس كوروما قال زمان ناس ابو داودة كان بي الكبريت شو بي الكبريت بي المفتاح الغنى دو كله حرام واحد يقول لك زمان زمان ناس بي الكبريت والله اذا كان منبكي وبنذكر يعني تعرف الناس ما عارف حاجة والله قبل سنوات وانا شاب ألوان داك اذا كان به جابين زمان في واحد ما عارف ماشوف تعاوض والله شنو اقول انها كان شي اقيا ما شوف تعاوض ومعارف ويجبونك كذب في التليزيون وعرش الشنطة والعمات ما عارف وهمك تبكي المهم وبعشوي قال ابو يا يم الله يسلمك ورسل إليك عفوك بتاع تفنان داك الاعراف الشيطان بيبكيك انا والله قلبت الحاج قنى ابدى ابكي. اوه ياer اوه اوه ام دانا قنى بتبكي. ما اعرفين البكارة شنوذاته. الحاجة با حشاه اجيها لا استغفر الله. ما اعرفين يا حاج. الشعب السودان هذا الا ما رحيم ربي بغنى ابديك ام يغنى. واف سرواله. كل اوه. الا ما رحيم ربي والله ياى ما اعبة كيه لما انشبيهنا في النهاية قلتには استغفر الله يا حاج? نحب اقى هناك حاجة. شوفنا عوضوا. ما عوض عوض لحد لما لاقينه وينه ده كله كلام فاضي وهوس الليلة الناس في المساجد تلقى الغار يغرى قرآن ما في دول بدم عساكت ما في إلا ما رحم ربي ما في دول يبكي جنبك والله يد واحد قال لي مرة ما قلت الناد نابيكو مهلو قال لي في جنبي في مسجد في واحد سوداني بقى جنبي دول نحسبه فيه وخير قال ليه قلت الزور لا إلا يقوم مجنون معه تمام والزور لا تمام لكن اتأثر الليلة والله في ناس ده كبيت الغرآن ده كله في راسه كبيته فتحت راسه قدي فتحت عديل وكبيت الغرآن وكبيت السنة بطرشو ذات بطرشو لكنها مثل الدلغنا بيحفظوا الصم صم يحفظ عديل فقلت ليك حتى أكثر الناس بيبكوا واكثر الناس جنوا بيضرب الغرآن ده تلقى بحب بلية واحدة ها والفنان جا فيه سكته خلاص طوالي بقول لا انا ذات الموضوع ده بزانة ده انا ذا ما بنحضر المسلسلات دي وكي تجي مسلسلة فيها الحب تقول الموضوع ده فوقينا ذات بتبكي انت ماليك انت ذات الموضوع هاي زيدة كم زيادة ذات موضوع ده بزيدة كم زيادة تلقاك حبي ليك واحدة وبيتهم طلاطة طوابق وانت ساكن في قطية موضوع ده طويلة جماعة ما بطل زاوية ها فلا بود ازاشروا يقول لك مثل اقطع على قدر قماشك انت ما تمشي بعيد ثمان نعم انت حضر المسلسلات وشوف ليك معارب لانه الشعب السوداني ده جنه جنة الحاجة البيضة دي طوالة بيرجف بيرجفوا بيرجفوا كلهم إلا ما رحمة ربي وجه قبل ايام قبل ايام جه شيخ صوفي كبير قبل شهور واحدة بيات زي اللم بدي من بره مبتدع من بره ده مش مبتدع ده بره اسام ذات لانه بقوللى غير الله بخلق بقوللى غير الله بخلق لكه لانه ابيض لان من جه ابيض الشعب السوداني ده جقول له الهpeł عالم كبير ولعالم ابيض طيب بصل الله تكار上面 باي�동 لكن مشرق مشرق مات وقول لانه هذا لا لكن ده عالم كبير ف텐اس كافر كبير ده لانه دة هذا بقوللى غير الله بخلق هذا ما مسل宮 يا جماعة أقطع الشك وده ما جائل ده ما جائل جا في البلد دي في عبد الله لأنه ليه لأنه الناس ما عارف الدين أنا كنت ذكرت لك الحكايات دي كون الواحد يبكي في الغنى وما يبكي في الغرآن لأنه ما عارف أي حاجة لأنه في الصحيحين حديث معاوية رضي الله تعالى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام قال شنو قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ربنا عارف بيه خير تكون نييز في الدين ده ده ما فيه الحديث كديم وكان عارف بيه شر تكون عارف الفنانين والفنانات وما عارفوه والعربات والبتخ به كم والموي به أي حاجة في الدين تقول صفر لا لأنه ربنا عارف بيه شر انت هنا عارف الدنيا كله عارف الشر كله حتى لو من الحلال كون تفهم الدنيا أكثر من الدين ولا تفهم في دينك حتى البسيط ديهاية معاة ما خير ده شر فأكثر المسلمين اليوم في الدين ده في السودان عندنا وخارج السودان شايشت شايشتين شمال الأغلبية تلقى الواحد ستتاشر قلم ستتاشر قلم هنا وما عارف نطاره فوق ونطاره التحيد وما في حاجة تلقى هو هوا ساكن هوا ساكن تلقاه ما عارف اي حاجة واحد قال له الشيخ واحد قال له يا شاف زول انه ما جاء الله عمه وا 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 ساله وقال له الشيخ لو خشيت مع الجماعة وفاتت من ركعة أعمل شنو ما شاف زول عمه كبيرة الزول تاريكي فالله ما في حاجة قال له في دعو الشاب قال له قلronic عمناء بس دفت ودي قل PR من الناء بس يا ناس فالناس أكتر الناس بدفت في الدين ويجايبين وحد برضو وحد في الموش في التلفزيون سألوه من ملا تحدد في الدين وعد ذاة سألوه ما في التحدد في الدين guardian قالت بري بري دفت 원 قالت بري مابي wash يا ظل بري بتاع شينو فالناس في الشعب السوداني أكثر الشعب السوداني في الدين بيفتليك ساكن وما عارب حاجة لكن حسي لو دائر دائر تودي لو مرتك عيانة بتوديها المكانيكي بتوديها الدكتور صح ولو عربيتك دي فيها فيها معارقة دائرة يعني حاجة ما تمام دائرة عالية بتوديها وين ما بتوديها بتاع الفرن توديها المكانيكي برضو فالناس في الدنيا نجيضين لكن في الدين عشان كده ربنا قال عن الناس كلهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون غافلون فيا جماعة ختاما يا جماعة نصحت لنفسي أولا وللمسلمين أن يتمسكوا بدين دين الإسلام لأن الدين العزة في الإسلام كما قال عمر إن امتغينا العزة في غيره أظلنا الله العزة يا جماعة في الديننا دائرة ربنا يرفعك تكون عزيز تكون بيدينك لا بغروشك لا بقبيتك لا 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 كله لأنه ربنا قال يا أيها الناس إننا خلقناكم من ذكر وأنسى وجعلناكم شعوبا وغبائلا لتعارف ربنا قال شنو إن أكرمكم عند الله أتقاكم ربنا ربنا يا جماعة دائر ذول عليello تغوى دائر ذول علي stغوى ما تقول له فيلن ده بجيبوه في التلفزيون وما عارف ورج بالطائرة ونزل و SchulMom بخارجك. واحد يقول لك انا شريفي. ده الشريف حسبه. شريف حسبه ما بخارجك. لأن واحد يقول لك كثير من الناس يقول لك الزوت لشريفي مئة مئة. في شريفي ذي يا ابو طالب ما في. اليوم ما في شريفي ذي يا ابو طالب. ابو طالب في النار. فمعنا ربنا دائر التغوى. تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يردون علوا في الارض ولا فسادة. والعاغبة للمتغين. العاغبة لهالة التغوى. فانت عشان ربنا يتقبلك ويرحمك تكون عليه تغوى. وهم التغوى تكون عابد الله سبحانه وتعالى. ثم باغي الاعمال. ثم باغي الاعمال. تبعد من المعاصي كبيرها وسغيرها. المعاصي كلها شر يا جماعة. ابعد منها كل شر من الشرك. انت موحد ايه. موحد. ده كويس. خلي باقي المعاصي التانية دي. لو بتجرب خمرة. من الليلة توب خليها. بتجرب سجائره امر. خليو. خليو. خليو لي الله سبحانه وتعالى ربنا بيرحمك. او تاني تكون بتاع النساء. بتاع النساء بالحرام. ما باي صفة شريعية. تمشي الكبري ومعرف تطلع بحري. وتلقى بنات الناس. ده حرام عليك. وكما تدين وتدان. تمشي تمشي لبيت ناس. تغشها. الكلام ده بحصل لك يوم من الايام. بحصل لبيتك. لزوجتك. لخالتك. زي ما انت عملت. لانه جاء رجل للرسول عليه الصحابي قال له. ايه زلي بالزنا. ايه زلي بالزنا. صحابة كلهم قالوا مه. يعني زعلوا. غضوا. قال لهم خلوه. قال له اتحبوا لامك. يعني بترضى الكلام ده لامك. قال له لا يا رسول الله ولا الناس يرضون لامهاتهم. اتحبوا لاختك. لاخاتك. لعمتك. لبيتك. عدد له المحارم. قال له له. فالرسول الله مضرب عليه. عليه صدره. ودعا له. تاني ما ما شذنا. تاني نهاي. دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام. فانت الحاجة ما بتحبها لأهل بيتك. يا عبد الله يا مسلم. ويا شباب. ما تحبها لغيرك. من المسلمين. لانه البد عنده ابو. وعنده اخال. وعنده عم. وعنده حبوبة. وهكذا زي ما انت عندك. ما ترضاو. فالليل اكتر الناس اللي واحد متكيف. سيقلوا بد. بلاقيك قدام. لي ما قالوا الناس بلاقيك في القطارف. كان انت بلاقيك في القطارف. والله بلاقيك. لو ما تبتأ بلاقيك. فاكتر الناس. وبعده واحد يقول لك. عمك ده عارف اي حاجة مولود في فرضها مولودينها. عارف اي حاجة. فلا بد تبعد المحاصد كلها. لانه يا عماتي كلها من الفواحش. وبنادي سعدوا على انتشار الفواحش دي. ربنا قال. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا وفي الاخرة.